تشهد مناطق تيجري وأمهر وعفار في إثيوبيا أزمة إنسانية وصلت لمرحلة حرجة قد يصعب معها إنقاذ حياة ملايين السكان أمام هذا الخطر تحذر الأمم المتحدة من الأسوأ في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن في هذا الشأن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أمام مجلس الأمن إن نحو سبعة ملايين شخص في تيجري وأمهر وعفار بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية أكثر من سبعة ملايين شخص في تيجري من الأمهر والعفار يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة وإمدادات ضرورية ومن بين خمسة ملايين في تيجري هناك أربعمائة ألف شخص يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة يتعذر توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة لأن الممر الوحيد لوصول المساعدات إلى تيجري يخضع للعديد من نقاط التفتيش الرسمية وغير الرسمية بالإضافة إلى نعدام الأمن والكثير من العقبات كذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق لقيام الحكومة الإثيوبية بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومعظمهم من العاملين في المجال الإنساني لكنه أكد في الوقت ذاته ترحيبه بالحكومة الإثيوبية الجديدة ودعاها للعمل مع الأمم المتحدة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية موظفي الأمم المتحدة الذين طردتهم بتضخيم حجم الأزمة الإنسانية والانحياز في الصراع لصالح تيجري من جهتها تؤكد المنظمة الدولية أنها ستواصل القيام بالدور المنوط بها والعمل مع حكومة إثيوبيا والشركاء لدعم ملايين الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ترجمة نانسي قنقر